السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعنا حلقة جديدة من التدريب في الصيدلية الحلقة 13 تابعوا معنا النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا يهم كل المصريين ألا وهو مشروع الفسيخ اللي منتشر اليمين دول بيسمى في الطب اللي هو اللي هو التسمم اللحوم طيب الأعراض بتاعته يعني ما يجيلي مريض الأعراض بتاعته هكون إيه بيكون عنده غسيان وترجيع وصعوبة في البلع وتلعسم في الكلام وتقطع في الكلام وصعوبة في إخراج الصوت وبيمنع خروج الأستيلكولين ودي طبعا هيعمل فشل في التنفس فيوقدي إلى الموت إزاي أعالج الحالة دي باختصار شديد أوعى تدي له حاجة تمنع الإسهال لإن انت كده هتمنع خروج السموم من الجسم طيب أدي له مضاد حيوي المضاد الحيوي ملووش أي 30 لازمي أما لننصح المريض بإيه؟ أنصحه اللي هو يشرب سويل كتير ودي له حاجة لتعمل إسهال طب حدا هيقول لي إزاي أدي له حاجة لتعمل إسهال وهو أصلا عنده إسهال أقول له طبعا لازم تدي له حاجة تعمل إسهال عشان السم اللي في جسمه دي يخرج وانصحه برضك اللي هو يشرب سويل كتير وياخد حاجة لإسهال أو محليل أو يتعمل له غسين معده إن لازم الأمر وطبعا الناس اللي مش طعب تمسك نفسها طبعا الناس اللي مش طعب تمسك نفسها عن بمعنى لو سبت الفيزيخ دي على النار لمدة 10 دقايق عند درجة حرارة 100 درجة موية يبقى أنت كده يضيط على السم اللي موجود فيه طيب إنت قلت لي قدي له حاجة للإسهال أشهر حاجة للإسهال اللي هي الأنتنال لو عاود سعرف أكتر ارجع لي الحلقة اللي هشور لك عليها فوق دي وبكلا انتهينا من حلقة اليوم نشكركم على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته